بالنسبة لطاقتك أنت حبيبي عم بتكون مبسوط لحالك مبسوط بعزلتك وكأنك مليت من الأشخاص اللي عم بدخلوا في حياتك ويطلعوا وما تستفيد منهم إشي ولا عم بتلاقي حالك في العلاقات اللي مريت فيها إذن عم تبعد عن كل هاي الطاقات عم تتبنى فكر جديد في الحياة وفي العلاقات العاطفية عم تروح للواقع أكتر بالنسبة لطاقتك أنت في رزقة في مال في الموضوع في أبراج بيانات هوائية أبراج ترابية لكن أكتر شيء حتى أوكي ترابية ومائية وهوائية لكن أكتر ترابية وحتى نارية يعني كل الأبراج لكن على الأغلب ممكن يكون ترابي بالمرتب الأولى أو ناري هذا الشخص اللي جاي في طريقك أنت ما بدك تدخل علاقة يا برج العقرب وكأنك ماخد استراحة من العلاقات العاطفية مليت خلص تحكي لحالك حتى لو اجا شخص جديد فمعني ما هيزبط هيك طاقة تشاؤم عم بتكون فيها في هاي الفترة ف لكن في في شخص لكن بيميل أكتر للصداقة ممكن أن تبدأ صداقة بناتكم وتتطور فممكن يكون هذا عبارة عن الصديق لكن تفكيره عم بيكون أكتر بتغير لكن هذا الشخص مبين أنه ما كنتوا تعرفوا رح يكون شخص جديد مية بالمية برضو بينات الأبراج الدرابية والهوائية ممكن نارية والناري بيغلب في هاي الأوراق إذاً للعزاب في شخص حيصغر بشخص لكن ما حتكون أولها حب ولا اللي هي علاقة جدية رح تكون عبارة عن صداقة أول شي تبلش بيناتكم إذاً على مراحل ما رح يكون يعني فجأة يجي يرتبط فيك أو يطلب الارتباط رح يكون صديق هذا الشخص تعرض قبل هيك كمان زيك تماماً يعني أنتو بتشبهوا بعض لدرجة كبيرة تعرض لأكتر من خيانة ومشاكل خلال حياته وتجاربه السابقة فهو بشبهك في هذا الموضوع صفاته ممكن يكون كريم كتير هذا الشخص ممكن يغضق عليك فيما بعد هدايا في وفرة مالية عنده أو أو ممكن أنت يكون وجه خير عليك وتكون عندك وفرة مالية من بعد ما تعرفه ممكن يساعدك في أمورك هذا الشخص أو ممكن يساعدك في البسنس تبعك لكنه هو في عنده نية أنه ينشئ علاقة فهيبلشها عن طريق صداقة هذا كان للعزاب فإنت إذا حابب أنك تدخل علاقة الفرصة موجودة لكن أنا عم بشوفك في بداية الشهر مش حابب ولا تعطي فرصة لحدا لأنك مش مصدق رح تكون كل الأشخاص وعم بتفكر فيهم يا برج العقرب عم تتسرع بالحكم على الأشخاص فأنا بقولك أعطي فرصة لكل الأشخاص في فرص أحيانا إحنا ما بنكون عم بنشوفها خلينا نسحب وراء للمتزوجين من برج العقرب عم بيكون في معل جاي بالطريق عن طريق شغلك أنت أو شغل الشريك في ربح من نوع معين أو استثمار عم بتلاقي نتائج حلوة مش اللي هي مبالغ كبيرة كبيرة لكن عم بتكون بشاير خير في هذا المشروع إذن المادة بتغلب على أكتر تفكيركم في شوية مشاكل يمكن متعلقة في أكتر في الأولاد مش متفقين على وجهة نظر معينة وكأنه أنتوا مقتلفين دائما أو بتجاكروا بعض أو مش عارفة في طاقة مش مضبوطة اللي هي كل واحد حاب بياخد إجازة من العلاقة العاطفية تبعتهم للمتزوجين في بعض لكن ما في طلاق بعد ورجع وزعل العادي اللي هو بين المتزوجين ما في شي بيخوف عم بشوفك بتمسك زمام الأمور بالنسبة للمادة والشريك عم بترك لك إياها بإرادته عم بيسلمك كل الفلوس اللي معاه أول بأول وهذا أحسن لإلك لأنه أنت عندك إدارة كبيرة خاصة الزوجة خاصة النساء عندهم قدرة كبيرة من برج العقرب لأنهم يديروا أمور المنزل خاصة المادية فأكتر ومادة بيني عندي في طاقة بعد للمتزوجين خلينا نشوف بالنسبة للأشخاص المرتبطين لكن مش متزوجين اللي على حب أو صداقة أو إعجاب نشوف شو الورق ممكن يكون بالنسبة للمرتبطين أنتو الاثنين عم تستنوا الارتباط وكأنه هو بده ارتباط ولكن الظروفه أو الظروف الحوالية لسه مش جاهز لسه الأمور عم بتكون صعبة عليه وأنت نفس الشيء يعني أنتو تتنين كتير متفاهمين لكن عم تستنوا بأمور تصير عشان تقدروا ترتبطوا هو ناوي على الارتباط لكن بالفترة الحالية اللي هي تجهيزات اللي هي عم بتأهلوا حالكم لحتى تودوا العلاقة خاصة الشريك حتى يودي العلاقة لا تكون جدية أكتر عم بشوفه يعني بيعمل حركات هيك وهيك أحياناً بس أنت الأول والأخير عنده ممكن يكون في علاقة ثلاثية أها ورقتين وراء بعض وهي الثالثة في علاقة ثلاثية في الموضوع لكن بيبين أنه عم بلعب عليهم أو أنه هيك يعني بيجوا بروحوا في حياته لكن مرجوعوا إلك عم بيشوف فيك صفات ما عم بيشوفها بالطرف الثالث وكأنه ما عم بيعبيلوا عينه فعم بيكون فيه رجوع إلك طاقة رجوع لبرج العقرب من بعد من بعد هيك كنتوا عم تبعدوا تقربوا تبعدوا تقربوا ولكن شايف فيه فيه استقرار بالموضوع في العلاقة من بعد العلاقة الثلاثية وكأنك رح تغفر له أو عم تعرف عن هاي العلاقات فيه ناس بيقبلوا بيقبلوا أنه يكون فيه علاقة ثلاثية أهم شيء يكون الشريك معانا فيه ناس بيفكروا بهاي الطريقة فممكن هذا على البعض بينطبق لكن أنا شايفك يعني ماسك المادة والمعنويات ماسكها بإيدك فالأمور بتهيئ إلي إيجابية لبرج العقرب خلينا نشوف للمنفصلين حبايبي اللي عم يستنوا رجوع أو اللي ملوا حتى من الانتظار لكن مش لفترات بعيدة الورق بيبين اللي هي الفترات القصيرة من أشهر مثلا تاركين من أسابيع مش من سنوات الورق ما بيبين الموضوع إذا كان من سنوات طويلة خلينا نشوف إذن للمطلقين أو للمنفصلين من برج العقرب بشوفك ملعن بطريقة مش طبيعية عندك ملل مليت من الانتظار مليت من يمكن أساليب الشريك عم تعرف عنه شغلات يمكن بالفترة الماضية ما كانت عم تعجبك لكن بالفترة الحالية فيه فيه أخبار حلوة عم توصلوا عنك وفيه احتمالية رجوع وسعادة وممكن يكون فيه ارتباط بالمستقبل ولكن هو شخص شخص متحكم شخص عنده الانا الايغو كتير عالي عم بشوفه عم ينصفك عم ينصفك عم يرجع إلك حق عم ترجع لك كرامتك ممكن بس شايفة فيه قبل يعني شايفة عندك طاقة انتقام حابب تنتقم كتير من الشريك فانا بنصحك انه تطلع من هاي الطاقة لانه ما رح تجذب لك اللي انت بدك اياه في هذا في هاي العلاقة فبنصحك في انه تطلع من هاي الافكار الانتقامية وكأنك عم تستنى لما يرجع ويعني تتركه او تعلم ودارس بس انا شايفي فيه رجوع في النهاية في نهاية الامر وممكن يكون فيه ارتباط بينك وبين هذا الشخص مع انه بالورق مبين مش مناسب للك لكن رح يرجع لك عم بتحاول في هاي العلاقة تتغاضى عن امور معينة في سبيل انه تمشي في العلاقة فكروت يعني حلوة عم تطلع على الاشياء القديمة وتضخمها على الفاضي يعني كروت حلوة بالنسبة للك في العلاقة العاطفية للمنفصلين حبايبي خلينا نشوف اذا فيه نصيحة ممكن يوجهها الورق لبرج العقرب نسبة اذا فيه نصيحة ممكن تنفعنا في هاي الفترى في شهر تموز أو في الفترة الحالية يحكي لك ابعد عن الأشخاص السلبيين وقرب من الأشخاص الإيجابيين يحكي لك حارب عشان الشغلة اللي بدك إياها إذا أنت ما تعبت لحتى توصلها هي ما رح تيجي على طبق من فضة لازم تتعب في الموضوع بيحكي لك إذا طلبت المساعدة من أشخاص رح تلاقي هاي الفترة نتائج حلوة ورح تستعين بأشخاص يعني على ثقة إنهم أصحاب ثقة ممكن تكون توثق فيهم فبيحكي لك في أشخاص موثوق فيهم ما تسكر الباب على كل الناس اللي حواليك لأ جدد العلاقات وقبل بالإشي اللي موجود عبن ما تحصل أشياء ترجمة نانسي قنقر